بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المجاب وصلم عليه وعلى آله وصحبه وخديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم داعيا مجاب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وقف أن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وقف أن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وقف أن أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق نذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الدنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا خذتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تاويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو سرعة أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمدٍ وآله وصحبِه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وصلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والصلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمعال بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقض بسره حوائجي جميع ثم تأهلي وعيالي يا سميع وكل من طلب مني يدعى في حاجة يا من يجيب من دعاه وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واصلق بنا نهج رشد واكفنا زللاً واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملاً كلما ننحو ونقصده وهب لنا كلما نختار يا الله ورض لنا كل ذي سعب وذي حرن ويسر كل ذي التعسير يا الله طويل لنا عمرنا صحه لنا بدناً وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمراً كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصماً من كل مهلكة ونجنا من بلاي الدهر يا الله وكن معيذاً لنا من شر ذي حسد مع شر فم وشر العين يا الله وشر سحر وشر الخلق إنسهم مع جنهم وذوات السم يا الله لي جملاً ظاهري وباطني بطاهري يا ماحياً كبائري بجاهه ولممي يا الله مغفرتك المعملة أوسع من ذنوب عاصم مهلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرؤنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وأنزل يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ورا يا شافي أنزل شفاء كمكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ورا يا شافي أنزل شفاء كمكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ورا يا شافي أنزل شفاء كمكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء واشف جميع المسلمين عادلا ثم أقهم خوفا وحزنا نادلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر الذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبه القبائه فلا تواخذهم بما لا ينقصه ولهموهب الذي لا ينفعك رحمة نهب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرآه قض أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدآه يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الردآه يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الردآه يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الردآه يا رب يجعل المريدين معاه في حسنك الحسين والشملج معاه ملِّك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساع يقبلا وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواقذهم بما قد اجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم اللهم انصر ولي أمرنا واحفظه فينا بما تحفظ به عبادك وأولياءك الصالحين وطوِّل بقاءه فينا وامدده بالصحة والعافية ووفِّقه لما فيه مسلحة العباد والبلاد والأمة الإسلامية عامة اللهم مكِّنه بقوتك وأيِّده بنصرك من قوة مادية ومعنوية حتى يتمكن من إنجاه مشاريعه الخديمية والإسلامية اللهم انصر ووفِّق كل من يُعينه على مداء مهامه من أهل وأقارب وأتباع واجعل الأمة الإسلامية عامة والمريدية خاصة في حسنك الحسين وسوِّئ صفوفهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم ولا تُصلِّت أعداءً عليهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا بديع الصماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من إذا أحاط البلاء وتكاثرت المحن ودواهيه وخافت نفوس الأمم وأيست عند التناهي فرجتها بلطفك من بعد صنعك فرج عنا ما نحن فيه برحمتك يا أرحم الرحمن اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا رطف يا خبير إنك على كل شيء خدير اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا رطف يا خبير إنك على كل شيء خدير اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا رطف يا خبير إنك على كل شيء خدير والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا خسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلمه وقض به حاجة كل مسلم يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في ذن دائه يا زل جلال يا متعالي يا خير والي أجب دوائه صل وسلم على المتمم وكل ياصم بالانتهاء اللهم سل على سيدنا ومولانا رسولك محمد صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات عاجلا وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما باركة الشيخ خديمه صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات عاجلا صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات عاجلا